السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المايك اللي تشوفه قدامك هو من شركة سنهايزر ما تحتاج يعني شهادة مني عشان اقولك منه سنهايزر وقوتها في الانظمة الصوتية بكافة نواحة عطوني هذا المايك المايك اسمه سنهايزر بروفايل يوس بي مايكروفول اسم طويل شوي لاتهم اختصروا لكن في من نفائتين فئة تيجي ستاند وفئة يجي منها اضراع يعني عبارة عن خنقول ستريمين كيت هذا اللي يسمونه هذا بسعر وهذا بسعر الاسعار تظهر قدامك احنا قاعد نسجل باشرة من خلال هذا المايك وراح نجرب برضو المايك اللي انا استخدمه على الكاميرا الافكس اه تيرتي عشان تشوفوه في فروقات في جودة صوت وش رايكم في جودته فعطونا رايكم في خلال التعليقات بعد ما ينتهي هذا الفيديو والروابط وغير راح تكون موجودة في خطوة هذا من فئة المايك اللي هو الكارديود الكارديود هو من وجهة نظر اشوفه مناسب للستريمينج من ناس اللي تكون قريبة من المايك سوي بودكاست مثلا يعني اشوفه مناسب تماما الناس اللي يتبعوا المايك بالحجم الصغير وسهل جدا من ناحية التنقل هذا يعتبر من الخيارات الممتازة جدا نعم اولا المايك هذا هو المايك المايك زي ما قلت ركي يجي بستاند او يجي بضراء الضراء للامانة هذا هو اللي قاعد استخدمه انا بجودة جدا ممتازة الصراحة لاني جربت اكثر من منتج من امازون الامانة كانت جودة يعني مش لابد ولكن في منتجات عالية جدا وكانت بسعر فالكت اللي حاطينا لك مع هذا المايك الضراء يعني وقابلية ومرومتة وجودتة الصراحة ممتاز وسهل جدا من احتي تثبيت وعلى سيرة التثبيت تراث تثبيت السهل جدا يشبكه وانتهى الموضوع في الجهة خفية يعني عندك بنفا ديش بي تاب سي وثلاثة باصة خمسة اذا تبغى تشوف تثبي مونيتر مراقبة اللي جودة صوت كيف الوضع مثلا تسخدم 300 اش دي من سنايزر سماعة ستيدي بمشكل عام فهذا يكون خيار ممتاز الجهة الممية وهي الجهة اللي تشوفونها الآن هذا في كذا وظيفة زر الميوت يعني والجميل لاحظ معي انه جرى ما تضغط عليه رح يحولك على وضعية الميوت بشكل مباشر بالنون الاحمر الآن انا الحين وقفت كامل تسجيل من خلال المايك عشان بس تاخد فكرة انه تقعد تسجل من المايك الخاص بكاميرات سوني فعطنا رأيك في خالة تلقات والفروغات اللي فيها وراح تجعل الآن علشان يعني نكمل مسيرة اللي وفي عندك ثلاث عجلات العجلة الاولى في مسألة الجين حساسية الصوت ما حساسية الصوت الميكسر ما بين الكمبيوتر تبغى تخلي فيه اصوات خارجية كنعمل او نكتبه تركز بشكل كامل على المايك نفس الصوت يلقب وعندك المونيتر خاص بها استماعات ما استماعات هذا تجيب بشكل مباشر يعني انا لو الفها تلقى يبعد شوي عن موضوع الصوت لاحظ انه الآن وراح الصوت يعني بعيد فعشان كده قلت هو من نوع الكارديود المناسب اللي اشخاص اللي اه يسجلون بشكل مباشر فموضوع اني اوصل لهذه الوظائف لهذا اللي بوصل لها انه اوصل لهذا الوظائف بشكل سريع مباشرة من خلال المايك اشوفه بمثال يعني انا كنت اطمح للا معانا يكون اه اه اكون شي ممتاز يعني بعض الفيكس ما الفيكس اللي يقدر سوفت وير ممكن هالممتاز انا استخدم اوداسيتي اه تطلع على فكرة المايك متوافق مع كثم اضمها يعني مو بس على الويندوز والماك لا ممكن تستخدمها الايباد او اس او الايو اس او حتى الاندرويد عشان كده قبلية استخدامها جدا جدا مرينة وهذا من الشياء اللي عجبتني جدا عجبتني في هذا المايك من ناحية القبلية الاستخدام فجودة المايك انت قاعدت اسمع الان وقاعدت اسمع الان الى المايك الخاص بيه اللي جاي من الكاميرا اللي هو من السوني فقولنا رأيك الان هل تحس في فرق او لا ما راح اعدل على الصوت نهيا عشان تاخد فكرة واضحة والان الان قاعدنا نرجع الى المايك الخاص بي السنهايزة اشوف اخيار جدا ممتاز جدا جدا ممتاز الناس اللي تبحث على المايك صغير وسهل جدا من احتنق فيه بسعر جدا منافس وخيارات احترافية اه وموضوع اني اوصل بشكل مباشر للتحكم من خلال نفس المايك وقابلية السنها في يعني اكثر من نظام ليست يعني حصنا على انظمة الحواسيب هذا يجعل انه خلي هذا المايك يعني سعره الصراحة اشوفه ممتاز على اللي قاعدتين اياه واتوقع انك يا تسمع اشوفه جدا ممتاز فعطا رايك في خلال التعليقات نشوفكم من خلال شاء الله مع الف سلامة اشتركوا في القناة